السلام عليكم بعد اجتماع البنك المركزي بخصوص وفع الفايدة وبعد ما أقوى على وفع الفايدة 2% تعالوا نشوف كده دكتور فخري الفئي بيتكلم على اللي هيحصل ابتداء من يوم الحد بعد قوارب البنك المركزي صفتك أستاذ اقتصاد ابتداء من الأسبوع الجاي بداية الأسبوع إيه اللي يبدأ يحصل بالنسبة لنا عموما على مستوى الأسواق وعلى المستوى الاقتصادي إحنا نبدأ إيه الأثر بتاع قرارات البنك المركزي طيب تمام أنا عاوز أقول للمشاهد الكريم أنه رفع سعر الفايدة البنك المركزي دي معركته معركته الأساسية التضخم اللي هو الأداء اللي بيستخدمها في محاربة التضخم عنده سلاح تاني اللي هو سعر الفايدة لو قدر يسبت سعر الفايدة عندما سمعين اللي أسعر ما بيزيتش لكن هو ملتزم أمام صندوق النقد الدولي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي إحنا متفاهمين عليه إنه ملتزم به اللي هو مرونة سعر الصرف وبالفعل البنك المركزي المصري ملتزم بمرونة سعر الصرف لا يتدخل ولا يفرد في دولار من احتياطي بتاعه اللي هو 34 مليار عشان يعدل بسعر الصرف بالضبط ما بيدخلش ما بيديش للبنوك حاجة أما فبالتالي سعر الصرف الموجود حالياً هو تقريباً 31 جنيه إلا حاجة بسيطة مقابل الدولار ده في الانتر بانك الـ 38 بانك بيبيعوا لبعضهم وبيبيعوا للمستوردين إذا كانت متاحة هذه الدولارات بيتنبع بالسعر ده طبعاً فيه سوق موازية في هذه الحالة السبب في السوق الموازية معروف إنه في حالة لما يكون مستورد لسلعة دخلة في مشروع قومي في هذه الحالة والبنوك ليس لديها المبلغ الكافي في هذه الحالة بدل ما يتأخر فبيقدر ينزل السوق الموازية ويشتري الدولار في هذه هو ده السبب في هذه الحالة أو سئة ومصدر بس بيستورد مدخلات إنتاجه سوق الموازية دي دلوقتي بقى لها 3-4 تيام وقفوا مشلولة وقفوا عند مقايير 5 يعني حاجات منذ وقعد فاكرة إنه الدولار هيزيد فهم هيرفعوا زياد اللي بيدخلوا في هذه المش يعني فيه قليل مضاربين لكن اللي بيدخلوا عشان يدبر عشان يفرج عن المكونات مكونات ومسلزمات الإنتاج وهو المراضي لم يتدخل بأي شكل فلا يتدخل بأي شكل فلا يتدخل بأي شكل ما هو قدامي السندوق أنا التزمت معاك بأن أنا ملتزم بمرونة سعر السر يطلع زي ما يطلع ينزل زي ما ينزل فيها زي لكن ما كانش ممكن مثلا النهاردة ما يديش لما لا يفرص دولار من الاحتياط بتاعه الاحتياط بتاعه بالعكس كل فترة كل شهر بتلاقيه مع عدد تقييم الدهب اللي عندنا اللي هو ما يعادل 125 طن دهب في الاحتياطي بما يقدر بحوالي 7 مليار دولار لو سعر الدهب زاد في الأسوق العالمية يعيد البنك المركزي يعيد تقييم 125 طن الموجودين في الاحتياطي يطلع 7 مليار وربع يبقى الاحتياطي بيزيب بهذا إذا كان هناك تدفقات لكن البنك المركزي بقى له سنة من سنة 21 مليار من يناير 22 لحد النهار دول كم سنة كم شهر 15 شهر سنة وربع في هذه الحالة أنه الاحتياطي بتاعه زاد من 33 و 1 من 10 النظم اللي يكلم عن 34 و 35 مليار بس الاحتياطي ده موجود انعكس علينا ازاي كمواطن هنا ما أنا بقول هنا أنا عايز أن البنك ده عشان يبقى تأمين أو تأمين عشان وردات مصر أنه السندوق بقوله ده الاحتياطي ده عشان يعني ده الاحتياجات انا احتياجات اه احتياجاتنا من الورد يغطي كم شهر وردات مستقبلية هو حاليا بيغطي حسب الاحصائيات المصرح بيها اللي هي 5 خمسة خمسة وثلاثة من عشرة شهر ازا الحد الادنى اللي بنخاف منه انه الاحتياطي في البنك المركزي يقل يعني ما يغطيش ما يغطيش 3 شهر شهر من الوردات بتاعتي لكن هو 5 وثلاثة ده مؤشر من ضمن المؤشرات اللي سندوه في المراجعة الحالية اللي بدأت من يوم 15 الشهر من حوالي تقريبا 15 يوم وتدرس هذه البيانات وهتيجي البعثة خلال يعني السابيع القليلة القادمة او الاسبوع اللي جاي تيجي البعثة عشان تدفع تانية من تشوف البنك الملتزم بمرونة هل بيتدخل لا يتدخل هل السوق الموازية في هذه الحالة ممكن ان هو يعني في اطار المرونة ان هو يعني مش البنك المركزي نفسه ولكن معركته الاسع مع التضخم لكن ملتزم بالمرونة ملتزم بالمرونة في هذه الحالة ممكن ان هو يترك سعر الصرف يتحرك قليلا في هذه الحالة كام ده يتوقف على البنك المركزي مع الانتر مع البنوك التحركات الدرامية اللي كان بتحصل بالمرونة يعني هو 31 جنيه مثلا ما 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 حصل فيه عشر يناير اللي فات من حوالي تقريبا اكتر من شهرين في هذه الحالة كان هناك احتياج ملح اللي هو للإفراج عن البضاعة المكدسة فيه مفهوم اللي كانت وصلت الى 15 مليار دولار النهاردة نتكلم عن اقل من 5 مليار دولار في هذه الحالة لذلك اضطر ان البنك المركزي في اطار المرونة الملتزم بها في يناير ان ساب سعر الصرف تحرك من 27 جنيه للدولار 27 و 75 يعني نقول 27 ونص مثلا سابه يتحرك لحد ما وصل 32 وفي هذه الحالة تحركت من لديه دولار بدأ يتنازل عنه للبنوك هي اقترارات زي دي لها علاقة لها علاقة او لها تأثير على العلف لها علاقة او تأثير على سلع معينة كل مقونات الانتاج والخطورة ان البنك ان ينفلت سعر الصرف في هذه الحالة نطل في دوامة هتجد بالتضخم يزيد اكتر في هذه الحالة واحنا البنك المركزي عمال يحارب يعني نقول البنك المركزي هو اللي بيطفي هو المطافي اللي بتطفي لهيب الاسعار او بتطفي التضخم والغالة في هذه الحالة تم مين بقى اللي يخافي وتبطع على المواطن اللي هو الحكومة تقول له انا ازود لك مرتبك ومعاشك وتكافل وكرامة واللي هو العمالة غير المنتظمة في هذه بتخفف هب الاسعار والغالة على المواطن وده اللي حصل في الفترة الاخيرة والغالة